تحت في مملكة البحرين ونجد بأن في مقدمة أولويات العمل المقبلة التعافي السريع لاقتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص بتبني الحلول والمبادرات المنسجمة مع متطلبات الظرف ولعودة المعدلات الإيجابية للتنمية الوطنية وكما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين أولوية حددتها إرادة ملكية سامية تستهدف ازدهار الوطن ورفاها البواطن في وقت وأن كبرت فيه التحديات كان الإصرار على هزيمتها أكبر فمنذ بزوغ شمس العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والمملكة تسير على الدرب التطور والانستهار وتحقق في العام بعد الآخر الإنجازة والإنجاز والتي كان من أبرزها الإنجازات الاقتصادية وبالأخص تلك التي كانت على الصعيد المصرفي والمالي ولم تكن هذه الإنجازات وليدة اللحظة ولكنها جاءت لتستند على تاريخ طويل من الخبرات المتراكمة في عالم المال والمصارف لتشيد بناء مصرفيا راسخا بأيدي وطنية مخلصة ولتكون بنية متينة تستمد استقرارها من مقاومات انفردت بها مملكة البحرين وبإشراف العم العزيز رئيس الوزراء الموقر يعاونه في ذلك وبسعي حثيث ودعوب ابننا وولي عهدنا الأمين معربين لهم هنا عن فخرنا بالنتائج المبشرة للاقتصاد الوطني الذي استطاع عبر قوة أداءه في الحفاظ على نموه الإيجابي وتعزيز سمعته المالية العالمي إن هذه السياسة الحكيمة التي اختطتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى أيده الله وبدعم وجهود من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومثاندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عززت من موقع القطاع المصرفي في مملكة البحرين ومنحته مساحة حقق من خلالها نموا نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة وسياسات الاقتصاد الكلي وسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة ومستقية الإطار الرقبي المتوافق مع المعهير الدولية والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة جميع هذه العوامل اجتمعت لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اشتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء مكاتب في مملكة البحرين لقد كانت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه المتواصلة والدائمة خارطة طريق لتثبيت دعائم وتطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء بقواعده وخططه وتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد